موسيقى نرحب بكم عزائنا المشاهدين عبر فضائية النورسات وتلفزيون تيلي لوميير والبداية مع العنوين البابا فرانسيس يعرب عن حزنه أمام ما يحدث في لبنان وقربه من الشعب اللبناني الكاردينال بيتسابالا يدعو إلى صلاة وصوم يوم السابع من هذا الشهر كرمز للمأساة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني الأردن يؤكد وقوفه مع لبنان ويحمل الاحتلال مسؤولية التبعات النواب المسيحيون يجمعون على دعم قرار الكنائس بالمساواة في الإرث وفيها أيضا مفعيل سر العماد في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل أكد قداسة البابا فرانسيس في ختم مقابلته العامة مع المؤمنين حزنه أمام الأنباء الواردة من لبنان حيث أسفرت عمليات القصف المكثفة عن الكثير من الضحايا والدمار وأعرب الأب الأقداس عن أمله أن تبدل الجماعة الدولية كل الجهود الممكنة من أجل إيقاف هذا التصعيد الرهيب والذي وصفه قداسته بلير المقبول كما أكد البابا فرانسيس قربه من الشعب اللبناني الذي سبق له وعانى كثيرا من الحروب طيلة السنوات الماضية وقال ما زلت أتابع بألم وقلق بالل اتساع واحتدام الصراع في لبنان الذي أصبحت رسالته معذبة وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان فالكثير من الأشخاص ما زالوا يموتون يوما بعد يوما في الشرق الأوسط فلنصلي من أجل الضحايا ومن أجل عائلاتهم ولنصلي من أجل السلام وأدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعا كذلك إلى الصلاة من أجل جميع الشعوب التي تعاني من الحروب وجه غبطة الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطرييركو القدسي للاتين رسالة إلى الأساقفة والكهنة والمؤمنين في أبرشية البطرييركية اللاتينية دعاهم فيها إلى يوم صلاة وصوم وتوبة في السابع من شهر تشرين أول الجاري وهو تاريخ أصبح رمزا للمأساة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني مبينا غبطته أن شهر تشرين الأول هو شهر مريمي نحتفل في السابع منه بذكر العدراء مريم سلطانة الوردية المقدسة وقال في رسالته مع هذا الشهر نرى الأرض المقدسة وليست وحدها قد غاصت خلال العام الماضي في دوامة من العنف والكراهية لم نشهد مثلها من قبل حيث أدت الأحداث المأساوية التي أثرت بنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تأثيرا عميقا في ضميرنا وحسنا الإنساني وناشد غبطة بطرييرك القدس أصحاب المسؤوليات الجسام الذين يتخذون القرارات في مثل هذه الظروف أن يلتزموا بالعدل واحترام حق الجميع في الحرية والكرامة والسلام كما يجب علينا أن ندعم المحتاجين ونساعد الذين يبذلون جهودا لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذه الحرب وتعزيز كل عمل من أجل السلام والمصالحة والتلاقي حمل الأردن الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانه الوحشي على لبنان من دون أي رادع قانوني أو إنساني وقالت وزارة الكارجية إن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية مؤكدة على التضامن مع لبنان ومع شعبه الشقيق وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه كما أكدت الوزارة وقوف الأردن مع لبنان ومع سيادته وأمنه واستقراره في سياق متصل وبتوجيهات ملكية سامية غادرت طائرة مساعدات ثالثة تابعة لسلاح الجو الأردني إلى جمهورية لبنان الشقيقة نتيجة لظروف الراهنة التي تمر بها وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية جرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية وتسخر المملكة الأردنية الهاشمية إمكاناتها وقدراتها لدعم وإسناد الدول في مثل هذه الظروف المشابهة للمساهمة في تعزيز قدراتها لتحكيس بذلك التزاما أردنيا في مدية العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة رعا قدس الأب الدكتور جهاد شوحات المدبر العام لمطرنية لاتيني في الأردن حفلة تتشيني مزار الجلجلة في بلدة عنجرى بمحافظة عجلون بحضور الأب فراس نصروين والأب سامر ندانات والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين ووفد أوروبي زائر حضروا إلى الموقع بمبادرة من الدوان الملكي الهاشمي لاهتمامهم المباشر بالمكان وترميمه وقاموا بزيارة الدير ومدرسة الأيتام ومزار الزيدة العذراء ومزار الجلجلة الجديد هذا وأقامت رعية كنيسة سيدة الجبل قداسة شكرين ترأسه الأب يوسف فرنسيس راع الكنيسة حيث عبر المؤمنون عن فرحتهم الكبيرة بهذا المزار الذي يمنح البركة ويتيح الفرصة لرفع الطلبات وتمجيد الله يشعر أنه تم اعتماد دير ومزار سيدة الجبل في عنجرى من قبل الفاتيكان كأحد أماكن الحج المسيحي في المملكة وقد أشرف على مراحل بنائه وإنشائه الأب فرنسيس كما قام بهندسة البناء والتبرع بالتكاليف المهندس فراسم قطش ويعود تأسيس كنيسة ومزار سيدة الجبل إلى عام 1932 حيث أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع للميلاد كما تعد الكنيسة ذاتها من المواقع الخمسة المعتمدة من الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن والعالم عنجرى بالنسبة لجميع المسيحيين أصبحت مزار أصبحت مكان مقدس واليوم سواح من بريطانيا أعتقد جاءوا وشاركونا في هذا الافتتاح الرائع والرسالة هذا النهار دائما نشجع الناس على الزيارة على الأماكن المقدسة هذه أمانة في رقابنا الأماكن المقدسة يجب أن تعيش ليست حجارة إنما حجارة بصر محبين فيهم عاطفة فيهم مشاعر مسيحية رائعة وإنسانية حتى كل الشكر لنورسات الشكر إليك دكتورة لجميع الطاقم الرائعين الذين يتعفوننا دائما بأخباركم الرائعة بما لكم من صعة علم لنقل أصورة الرائعة للإخوة المسيحيين في كل أنحاء الوطن العربي النهار دا افتتحنا الكابيلا المغارة الجديدة وفيها من جوا كيتش رح تشوفوا فيه صليب كبير عشان أكتر نتأمل في صلب المسيح ويمكن كمان إن إحنا بنقدم هاي الكابيلا الكنيسة الجديدة بأنه فعلا من خلالها ربنا يشوف الآلم اللي بتصير فيه البشرية هلا وإنه تخف المعاناة وإنه يصير فيه سلام في العالم أكيد زودتش منيح الكنيسة اللي عملناها لأنه هلا اللي بيجي عندنا السايح في عنجرة بيلاقى أكتر من مكان يزوره فيه عندنا الكنيسة القديمة فيه عندنا المزار بتمثال العادرة فيه كمان عندنا هلا القولجوسة على أساس إنه الناس تيجوا وتصلي كمان جلالة سيدنا الله يطوله بعمره ويبارك بمعيلته ركز كثير على موضوع السياحة بالأردن وكان داعم للسياحة والحقيقة إنه كان فيه أكثر من اتصال ومتابعة من قبل الديوان يدعمونا بشكل كامل لإتمام بناء كل ما شفتوا اليوم بالكنيسة كان دعم مادي ومعنوي منقطع النظير اللي شجعنا بزيادة بإنه ننتج أكثر ويكون عندنا شي مميز أكثر بتصوراتي هذا المكان رح يكون واحد من أكثر الأماكن حب بإنه ينزار من قبل السياح لأنه is very unique أي ساح فيه يخذي يوم كامل ما بين مزار العادرة ما بين الكنيسة القديمة ما بين كنيسة الجزثة والمزار القديسين بالإضافة للجو الرائع والأشجار والبيئة اللي طبعا زي ما أنتم شايفين جدا جميلة وجدا رائعة بشكر الرب بشكر العادرة على مساعدتها اللي خلتني أكمل هالمهمة اللي هي طبعا كانت صعبة وصعبة جدا لأني كنت very nervous أنه أعمل شي يكون يونيك يكون جديد والحمد لله نجحنا اليوم بأنه نعمل كنيسة الجزثة اللي أنا بدعو كل مسيحي وكل أردني وكل مسلم أيضا لأنه كلياتنا أهل يزوروا هذا المكان المقدس لأنه راح يشعروا بالروحانية اللي موجودة فيه ها هي الأسباب العديدة والتي دفعتني إلى المجيء اليوم أولا وقبل كل شيء لأن الأب يوسف دعان أنا وأصدقائي للمشاركة في افتتاح الكنيسة الجديدة وهي كنيسة جميلة جدا كنيسة الجلجلة والتي تحتوي على تمثال لسيدنا المسيح على الصليب الذي أحضره صديقي فارس من رومانيا خصيصا لهذا اليوم إذن السبب الأول لمجيئنا هو حضور الافتتاح وأعتقد أن السبب الأكبر لمجيئنا هو رؤية الأطفال هنا تهتم والكنيسة بدار للأيتام هناك خمسة وعشرون طفلا يتواجدون هنا لأسباب مختلفة والكهانة والراهبات يقدمون لهم حياة رائعة ويعلمونهم والأطفال يكبرون بسعادة وقد جلبت معي أربعة وعشرون صديقا من إنجلترا أرادوا القدوم لرؤية الأب يوسف ورؤية المزار ولقاء الأطفال لذلك من المهم جدا أن نأتي لرؤية الأطفال ومن الناحية الدينية تعتبر عنجرة المكان الذي نام فيه يسوع ومريم في الكهف ويجب أن لا ننسى ذلك تم ذكره في جميع التقاليد الكتابية وقد أطلق البابا يوحانا بولس الثاني اسم عنجرة كواحدة من خمسة أماكن للحج في عام 2000 لذا فإن هذا المكان مهم جدا للمسيحيين ليأتوا إليه لأداء الحج وتقديم الاحترام والصلاة وأنا سعيد بقدومي اليوم كصديق وكحاج أيضا أنتمي إلى العائلة الدينية للكلمة المتجسد ونقوم بخدمتنا في عنجرة الكهنة يشرفون على رعية فيها مزار وقد تم افتتاح هذه الكنيسة الصغيرة التي تهدف إلى أن تكون كالجلجثة ليتمكن الناس من القدوم للصلاة والتأمل في هذا السر كما لدينا منازل للأطفال دينا دار للأطفال الصغار نستقبلهم من سن الرضاعة حتى 12 عاما ثم لدينا دار آخر للفتيات من 12 عاما حتى سن الجامعة ودار آخر للأولاد أيضا للفئة العمرية ذاتها حتى بلوغهم المرحلة الجامعية هذه المنازل لها أكثر من 20 عاما منذ وصولنا إلى عنجرة بعض الشباب قد تزوجوا الآن ولديهم أبناء ويعملون وهو بالنسبة لنا نعمة من الله وسبب كبير للسعادة احتفل النادي الأرثدوكسي في عمان بعيد رفع الصليب المكرم بحضور سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثدوكس وجمع من الكهنة والشمامسة وشخصيات رسمية وجمهور من المدعوين وفي بداية الاحتفال الذي رعته السيدة أودت نقل أبو خضر وقف الجميع دقيقة صمت وحداد على شهداء فلسطين والأردن تلا ذلك دعاء للاكونومس الدكتور إبراهيم دبور ثم تعاقب على الكلام كل من رئيس النادي السيد ميشيل الصايق فالسيدة نقل ثم سيادة المطران خريستوفورس الذي عايد الجميع بعيد رفع الصليب وشكر النادي الأرثدوكسي على جهوده الحثيثة وأضاف قائلا إننا ونحن نقف أمام تقديمة محبة الله على الصليب فإننا به نستطيع التذلب على الألم والفساد والموت رسالة الكنيسة اليوم أبنائي هي رسالة ونحن منشوف الصليب أمامنا وإلهنا المصلوب اللي مات على الصليب طوعا من أجلنا لأنه أحبنا عشان هيك مات من أجل كل واحد فينا ولكنه قام من بين الأموات وأعطانا المعنى الحقيقي للحياة إنه كيف منقدر نحن ننتصر على الموت كيف منقدر ننتصر على الخطيئة كيف منقدر ننتصر على الفساد وعلى الألم وعلى كل ديقات وأوجاع هذه الحياة اليوم نحن أمام هذه التقديمة العظيمة من إلهنا لكل واحد فينا علينا إنه نراجع ذاتنا كل واحد فينا كيف محبتنا لتجاه القريب قديش نحن من حب القريب وقديش نحن منكون أبناء وبنات صالحين حتى نقدر إنه نبني البنيان السليم في المحبة في العلاقات الأسرية في داخل المجتمع في العلاقات بداخل المؤسسات قديش دور كل واحد فينا اليوم الصليب بيدعو كل واحد فينا إنه يتحمل مسؤوليته أمام محبته للقريب لأن محبتك للقريب هي محبتك لله بعدها أدت الجوقة الموسيقية بعضا من سرانيم العيد ثم بارك سيادته ثمار الرمان قبل توزيعه على الحاضرين على صعيد آخر نظمت رابطة مسيحي المشرقي في الأردن جلسة حوارية مع عدد من السيدات والسادة النواب المنتخبين حدثا لمجلس النواب العشرين شارك فيها كل من السيدات والسادة النواب هدانة فاع ورند لخزوز وجهاد عبوي وإياد جبرين وفي مستهل الجلسة رحبت رئيسة الرابطة الإعلامية لنم شربش بالحضور والمشاركين وقدمت تعريفا بأهداف الرابطة التي تتمثل بتعزيز الوجود المسيحي الفاعل في الأردن والحفاظ على الهوية الأردنية المسيحية مشيدة بأهمية التنوع والعيش المشترك الذي يجمع بين المسيحيين والمسلمين في المملكة لتعزيز الترابط والأمن والسلم المجتمعي وهي القيم التي تميز الأردن وكان قد أدار الجلسة التي عقدت في النادي الأرثوذكسي بعمان السيد جواد عباسي عضو الهيئة الإدارية في الرابطة عين قبطة البطرييرك جوزيف العبسي بطرييرك وأنطاكيا وسائر المشرقي للروم الكاثوليك بمرسوم بعد موافقة السينودس الدائم المونسينيور الدكتور جهاد شويحات رئيسا للمحكمة الابتدائية في أبرشية بيترا وفلادلفيا وسائر شرق الأردن وشمل المرسوم أيضا تعيين كل من الأب عماد بواب والأب أيهم زيادين والأب جون حداد قضاة في المحكمة كما عين لبطته كل من الأب معين الحلو والأب خليل حجزين والأب ينال العوابدة محامين وعين البطرييرك العبسي في مرسومه كذلك الإكليركي جيريس ثابت والإكليركي عماد حداد وسيدة ديمة بواب والآن سامة سر رفائل أمناء سر ومسجلين وسيدة ليلة عربش رئيس التقالم تحت رعاية الأرشمندريت إفثيميوس وفي أجواء رحانية مباركة احتفلت جمعية الشبان المسيحية بعيد رفع الصليب المحي الكريم لكافة الطوائف المسيحية شاركت في الاحتفال الذي أقيم في مقر الجمعية قرب طريق مطار عمان الدولي جوقة كنيسة سيدة العذراء من المفرق وكشفة الروم الأرثوذوكس من ماركة إلى جانب حضور كبير من المؤمنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الديني الهام وتخلل الاحتفال الذي حضره جمع من المدعوين إشعال النار في ساحة الجمعية على وقع المعزوفات المسيحية وهو تقليد رمزي أطفى على المناسبة طابعا من الفرح والتلاحم الروحي بين المشاركين أجمع كافة النواب الفائزين بالمقعد المسيحي على دعم قرار مجلس الكنائس بالمساواة في الأرث معربين عن استعدادهم لدعم هذا الموضوع في حال تم عرضه للتصويت في مجلس النواب العشرين وكان عدد من النواب المسيحيين في المجلس التاسع عشر قد رفضوا الموافقة على قرار مجلس الكنائس في الأردن وقرار المجمع الأرثوذكسي في القدس والمتعلق بهذا الشأن وقد أجمع النواب المسيحيون في المجلس الحالي بدعم الفكرة مع طلب البعض ضرورة قراءة الصيغ التي سيتم عرضها للبرلمان قبل أن يتم التصويت النهاء عليها بتنظيم من مركز رعوية العائلة التابع للبطرياركية اللاتينية في القدس عقد في المعهد الإكريليكي في بيت لحم اللقاء الأول لخطاب من رعاية البطرياركية في فلسطين والذي شارك به أكثر من خمسة وعشرين شابا وشابا تضمن البرنامج العديد من الفقرات والتي بدأت بفقرة التعارف بين الخطاب ومن ثم إلقاء محاضرات من قبل متخصصين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية وأجاب المحاضرون على تساؤلات الخطاب بالإضافة إلى حلقات نقاش ثم ترأس سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطرياركي العام وعدد من الكهناء القداس الإلهي في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالا بمشاركة الخطاب وفي كلمته عبر سيادته عن فرحه بلقاء عائلات المستقبل مذكرا إياهم بأهمية الخطوة المقبلين عليها والتي تعد سيرا نحو القداسة والملكوت احتفلت رعية القديس ميخايل في اسماكية بعيد شافعها رئيس الملائكة وذلك بقداس احتفالي ترأسه غبطة البطريارك فؤاد طوال بحضور الآب خالد قمو راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وعدد كبير من أبناء الرعية وفي عظة القداس شجع غبطته المؤمنين على تلاوة صلاة الملاك الحارس معربا عن حبه لبلدة اسماكية وفي نهاية القداس تقدم الآب قمو بالشكر الجزيل لغبطته والآباء الكهنة لمشاركتهم الرعية بهذه الاحتفالية وبعدها تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع الحلوى والقهوة العربية بهذه المناسبة وفي ذات الكنيسة احتفلت الرعية بالأحد السادس والعشرين من زمن السنة حيث ترأس القداس الأب خالد قمو راعي الكنيسة وبعد القداس أقيمت دورة احتفالية بشوارع البلدة شارك بها أبناء الرعية حاملين أيقونة القديس مخايل لمباركة أهالي الاسماكية وهذه الأيقونة هي علامة على تكريس البلدة للقديس مخايل رئيس الملائكة وتأتي هذه الدورة كنوع من التحضير للاحتفال بعيد شفيع الرعية الذي يقام كل عام بمناسبة ذكرى عيد القديس منصور ديبول اتحد المؤمنون في بيت لحم بصلاة على نية إحلال السلام في فلسطين وإنهاء الحرب في غزة ولبنان وقد شارك في الصلاة التي رفعت في كنيسة العائلة المقدسة لكريش عدد من الراهبات وجمع كبير من المصلين المزيد في رسالة الأرض المقدسة بدعوة من رهبات المحبة ترأس الأب خليل مرون القداس الإلهي والذي أقيم في كنيسة العائلة المقدسة الكريش في بيت لحم بمشاركة لفيف من الكهنة الأجلة وذلك بمناسبة عيد القديس منصور ديبول شفيع الفقراء وقد حضر القداسة عدد كبير من الراهبات والعاملين بمؤسسة الكريش التي تعنى بالأطفال الذين حرموا من نعمة الأبوة وبمشاركة بعض أطفال المؤسسة الذين قدموا التقادم للهيكل كما حضر القداسة أيضا عدد كبير من المؤمنين من أبناء المنطقة الذين اتحدوا بالصلاة التي قدمت على نية إحلال السلام وإنهاء الحرب والفقر كما قدمت الصلاة من أجل المشردين والمحتاجين والمساكين مرمصور ديبول هو مؤسس أباء الرسالة ورهبات المحبة هي جمعية أكيد عالمية وإنترنسيونال موجودة بكل العالم عدد رهبات المحبة بالعالم بيوصل لـ 13 ألف راهبة عم بيشتغلوا بالمجلات الصحية بالتربوية والأباء الرسالة كمان بيهتموا بالتعليم بالمناشر الإنجيل ومناشر كلمة يسوع بالأميكن المتروكية ويلي ما حدا بيهتم فيها وفي كلمة الأبي مارون جاء فيها يجب علينا أن نقضي بما صدع المسيح وأن نعتني بالآخرين الذين هم بأمث الحاجة للمساعدة نعزيهم ونساعدهم ونحيطهم بالرعاية اللازمة جوتي يا عبي المانور أي دعيني حب المأهور حارب الفقر وهالشوع حب وجويك الموشوع وسلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع عمي سالك مر منصور وسلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع سلم حالي لا يسوع عمي سالك مر منصور نحنا هون المؤسسين من سنة 1884 رهبات المحبة موجودين نحنا مشينا على هالخطة مع أطفالنا الحلوين يلي أطفال مجهورين الأبوين يلي كل حبنا وكل عطاءنا منقدمهم لأطفال صحيح نحن نعطي رسالتنا كتير مهمة هون ببيت لحم في مهد المسيح وفي مهد الكريش فأنا بمزجهم مع بعضهم فهن كتير بالنسبة لإلي هن حياتنا مثل ما نحن نخدم المسيح لازم نخدم هلأ كل الطفل بما نشوف يسوع بغد النصر شو هن الأطفال وفي نهاية القداس أعطيت البركة للجميع حاملين في قلوبهم سلاما ونعمة من لدن الرب لنرسات مارلن الحدوى من كنيسة العائلة المقدسة بيت لحم بدأ الأب إبراهيم الشوملي مدير مكتب التعليم المسيحي في الجليل سلسلة من اللقاءات في مدارس البطرياركية اللاتينية بهدف التركيز على أهمية التربية الدينية وتعزيزها في نفوس الطلاب عقد اللقاء التأسيسي الأول في مدرسة البطرياركية اللاتينية في يافا الناصرة حيث اجتمع الأب الشوملي مع الأب نضال قنزوعة كاهن الرعية ومديري ومعلمي ومعلمات المدرسة وتركز اللقاء على عدة موضوعات منها أولوية التربية المسيحية في مدارس البطرياركية من خلال عيش روح مسيحية وشهادة حياة أمام الطلاب والتركيز كذلك على أهمية المدرسة بالنسبة للرعية لأنها رافض أساسي للعمل الرعوي وتحفيز الطلاب بطرق عدة للمشاركة في الفعاليات الرعوية الكشاف والجوقة والشبيبة وعمل مسابقات بين الطلبة في الكتاب المقدس وتنظيم قدس إسبوعي للطلاب والتركيز أيضا على دور الأهل ومساهمتهم في التربية الدينية وحثهم على الاهتمام بها في بيان صادر عن غبطة الكاردنال لويس رفائل ساكو أدانت الكنيسة الكلدانية في العراق ما يحصل في الأراضي المقدسة ولبنان من صراعات وخراب وتهجير وقتل آلاف الناس بينهم مدنيون أبرياء من أطفال ونساء ووصفت الكنيسة هذه الأفعال بأنها تتقاطع مع القيم الروحية والإنسانية داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته المشتركة والتحرك السريع والجاد والملموس لوقف الحرب والبحث عن معالجات دائمة للمشاكل والأزمات في المنطقة حتى يعيش الناس بحرية وكرامة وسلام واستقرار قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمها الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شريحة حلقة متميزة بعنوان مفاعل سر العماد حيث تطرق البرنامج لأهم ثلاثة مفاعل لهذا السر المقدس وهي دخول الجماعة المسيحية إلى الكنيسة من خلال العماد والولادة الجديدة ثم الموت والقيامة مع السيد المسيح فإلى هناك أبونا العماد لما بقولها أن لم يولد الإنسان من الماء والروح ولن يدخل ملكوت السمع كان ينادي موسى بمعمودية التوبة لما يقولوا أنه موسى عمدنا أو أنه هي يقولوا أنه هاي موسى عم بعمد بالماء وقال لهم موسى يحنى يحنى عفوا يحنى كان جاء لمعمودية التوبة فمن يأتي بعده يعمدكم في الماء والروح فكان مسكور موضوع الروح وجاء يسوع وتعمد على يد يحنى المعمدان لكمل هذه التنبؤات وقال له أنه علي أن نكمل هذه المسيرة لنالها كلها بر فمعمودية وجود الماء يعني حسيته مربوط الماء بكل مسيرة الإيمان من العهد القديم إلى العهد الجديد وكان الروح هائما على سطح على الماء لأنه كان الأرض مغمورة كلها مي وبعدين الأرض بلشت تطلع من هذه المياه كأنه برضه كمان شبه العماد يعني كيف الإنسان هيك الأرض نغسلت بالمياه جميل تشبيه ونطلع من المي الحياة اللي هي على الأرض فموسى لما الشعب العبراني أسم البحر وعبروا العبرانيين إلى الخلاص مية بالمية لا المي على اليمين وشمال وكانت تمطر من السماء فحسيت أنه كمان وصف المشهد كأنه اتعمدوا الشعب العبراني بهذا العبور اتعمدوا كلية مكبار وصغار يعني في موضوع المي وطلعوا للخلاص المفهوم هذا المي وجود الماء لموضوع العماد كثير له ارتباط طبعا طبعا عميق شو الفعل اللي بيعمل العمال فينا الكنيسة قسمتوا من زمان لثلاث أشياء رئيسية أول إشي شرط أساسي لدخول الجماعة المسيحية يعني لا تقبل الجماعة المسيحية بكنيستها بالمبدأ العام كملتزم كنسيا كابن كنيسة إلا يكون معمد هيك الكنيسة الأساسية نقل نقطة الأساسية الثانية هي الولادة الجديدة اللي حضرتك فصلت فيها قبل قليل والنقطة الثالثة اللي هي وإحنا لما بنعمده بنقرأ الرسالة ونحكي الموت والقيامة مع يسوع المسيح حتى البيزنطيين الأرثودوكس خاصة بعمده أنه لازم ينخنق الطفل ثواني ويطلعوا الموت والقيامة والحياة وهذا الولادة الجديدة هذا الجرن المعمودية وكأنه البطن الست الأولى الأم الأولى حوى كانت ببطنها هذا البطن الجديد للكنيسة بيطلع نزل الطفل بيطلع يولد الولادة الجديدة زي ما تفضلت حضرتك بالمقدمة أنه مو بس العهد القديم كل الحضارات اللي قامت بحوض المتوسط اعتمدت على الماء في التطهير لظهر أمام الله ثم يغتسال عند الأغريق وعند المصريين ثم وضوء عند اليهود بنشوف احنا الفكرة اللي هي الحياة تساوي الماء بدون ماء موت لا حياة لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ماء وهذا الماء نسمة الحياة تكمن فيه فهو H2O يعني الماء هو بالنهاية ايش اهم عناصره مع الهيد اكسجين فهو يساوي الحياة لما نحكي اهمية الماء في هذه هذا اذا جاز التعبير بالعامية اذا استخدمت كلمة عامية الشهقة هي نسمة الحياة اللي الله دفخ في الفطين اصبح آدم لأننا نفارق هذه الحياة بمتى سلمنا هذه نسمة الحياة ابونا ذكرت موضوع المياه وطريقة المعمودية اللي هي التخطيص انه بالعهد القديم كان موجود موضوع فيه رموز كثيرة بالعهد القديم مثلا سفينة نوح برضو كمان بعد ما ظهرت الارض وخلق الانسان واصبحت الارض كمان بالخطيئة عايشة ورجع ربنا رجعها للمي وغمر الارض مرة تان يغرقها ولكن حست انه الفلك اللي هن العائلة تانوح مع هالثمن افراد واخد الحيوانات من كل زوج حمام موضوع المي انه كمان عمد رجع عمد الارض مرة اخرى في المياه ورجع بعدين طلعها للحياة مرة اخرى فمفهوم المعمودية مع المي يعني كان هذا مفهوم العهد القديم واستمر بالعهد الجديد بمفهوم المعمودية والتخطيص اللي علمنا يا يحنى المعمدان ما هو الايمان شو معنى كلمة ايمان الايمان هو اني اسدقك الايمان هو التصديق الجازم بفعل وحلون وحضرة الله تعالى هذا تعريف شخصي انا من عندي الايمان ولكن الشق الاول منه تعريف اللغة بالمعجم لغويا الايمان هو التصديق الجازم بوجود الله بس انا بضيف عليه التصديق الجازم بحضور مش بس بوجود الله نحكي الشيطان بعرف انه الله موجود ولكن انا اتبنى في حياتي هذه الايدولوجية ثقتي بالله وحكيت الحب العشرة اللي بتصير خبرتك مع ربنا لما توفى والدك لما كل الحزن الصخب كيف ربنا رجع مسك بايدك وطلعك ومشي معه هذا بيعطيك ثقة انا ما بثق بواحد ما بعرفه ما بثق بواحد جديد بحياتي بدي يقول تعال ما بمشي معه بينما المشخص ايدي معه سنوات بمشي معه واحيانا كثير بكون مش فاهم مش عارف وين رأي بس من ثقتي فيه ومشوف بالصيد الوفير لما قال له سمعان بطرس لما قال له لاجل كلمتك انا انا على يقين البحر فاضي ما فيش ولا سمك سهرنا الليلة كله يا معلم ولا منصد شيئا الا لكلمتك القي الشبكة هو متأكد متأكد يعني انه فيش امل بالموضوع لاجل كلمتك هاي الثقة هاي الثقة هي اللي بتخلينا نمشي هي اللي بتخلي الزلم ومرته بثقة اللي بتخلي اولادنا نعطيهم هاي قوة الشخصية الثقة فيهم لما منقول له رح اعمل انزل على الدكان جيب ودي ما نخوفه كثير الا من الاشياء الخطيرة ما نبالغ بالاشياء الوسطى الثقة في علاقاتنا مع المدير والموظف مع الاستاذ والطالب بكل هاي هي بتولدها كما منبعها الله تعالى الى هنا مشاهدين وصلنا الى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بابرز ما جاء فيها البابا فرانسيس يعرب عن حزنه امام ما يحدث في لبنان وقربه من الشعب اللبناني الكاردينال بيتسابالا يدعو الى صلاة وصوم يوم السابع من هذا الشهر كرمز للمأساة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني الاردن يؤكد وقوفه مع لبنان ويحمل الاحتلال مسؤولية التبعات النواب المسيحيون يجمعون على دعم قرار الكنائس بالمساواة في الارث للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الالكتروني نورساتجو دوت أورج طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة